سلام المسيح للكل نصار قديس الناس لازم تروح تبوّس التراب تبوّس القبر تركه عنده تترك الرب الاله على شوي وتتعبدله وفي ناس تعبدوا لأشخاص ميتين قالولهم عنهم قديسين كما يحدث مثلا مع القديس شربل بديره بيطلعوا الناس ليتعبدوا لأله وأغاني كتير بيقولوا فيها منتعبدلك يا شربل ونحن عبيدك يا مريم وبيتلفزوا الفاظ العبادة طبعا لما بتسألهم عننا بيقولك لا نحن أصندنا نقدسه نيتنا أنه نطوبه بس بالحقيقة عم تقوله منعبده منتعبدله لأشي اللي بيعبد اله غريب شو بيعمل غير أنه يشهر ويشهد بعبادته لهذا الاله مثل ما الشهادة للرب يسوع المسيح بالكلام تماما أيضا الشهادة لغير آلهة بتكون بالكلام اللي عم بيصير مثلا بشربل بيطلعوا آلاف آلاف الناس سنويا من لبنان ومن باقي الدول لأنه صار فيه كتير إعلانات بتقول أنه شربل بيشفي فيه كهنة مسؤولين على الموضوع يحطوا لنا ليستة طويلة لأشخاص يقولوا شفيوا هلأ بعدها بمتابعة بعض الحالات تتضح أنه إما ماشي فيه أو هن تحسنوا ولكن المرض رجع لهم وقتل حالات كتير بالآلاف بالآلاف اللي ماتوا فيه أشخاص كلنا بنعرف حدا صلى لشربل ومات بالآخر كلنا أي حدا فينا بيعرف هذا الحقيق ولكن بدل فيه استمرار ليقول لك لا وعاد قربوا سبحوا الله في قديسيه فبتروح على الكتاب المقدس بتلاقي كمان هالعبارة محرفة هي سبحوا الله أو سبحوا الإله في قدسه مو في قديسيه حرفوه أيضا الكنائس عن عمد لأنه ما في ممنوع تسبيح الإله بأي بشر حتى لو كان هذا البشر قديس ما سبق بالعهد القديم أو بالعهد الجديد أنه سمح رسول للمسيح أو نبي من أنبياء الرب الإله للبشر أن تركع عنده تتحبدله تسبح الإله فيه بولوس أول ما حبوا أنه هني يشوفوه شبيه بإله اتيابه وهرب لما افتكروا أنه هو مثله مثل الإله ممكن يكون ما بيموت الآيات عظيمة بالكتاب المقدس اللي بتمنع منعا بطن هذا الأمر وبالعكس الرب الإله بيغضب علي بيركع بتركع ركبتون أو بيتعبدوا أو بيصلوا أو بناجوا أو بيطلبوا من أي حدا أحياء أو منتقلين وجزاتها ورقوبتها أو بأو أمراض وهلاك عظيم تم قبل بالعهد القديم بشعب بني إسرائيل وشفنا كمان نحن بالعهد الجديد نفس الطريقة أي حدا بيروح لعبادات أو بيتسلم تسليم لتعليم مخالف للكتاب المقدس فليكن أناثمة تقول لي بس هاي تعليم لكنيسة شو يعني؟ ما الكنائس اليوم بتفتح موائد رمضان وصاروا يصلوا على محمد هذا هو تعليم الكتاب المقدس الكنائس ممكن يقضوا طول السنة عم يصلوا لحمايته رعاية قائد حربي أو قائد بلد هو هذا الكتاب المقدس اللي وصنا فيه إلى ماني اليوم بصدد أني حط نقط على الأخطاء اللي أدخلت على التعليم المسيحي بالكنائس ولكن بدأت داول هذا الموضوع بسبب بنت لبنانية اسمها ميشيل حجل توفت ميشيل حجل عام 2019 بعد صراع مرير مع مرض السرطان مع الكنسر ميشيل مثلها مثل أي بنت تانية ممكن يكون عنده احتياج فتحولها صفحات جمعولها هي واختها وخطيبة طلبوا نصف مليون دولار وقدروا يوصلوا لأكتر من ربع مليون دولار وهذا الأمر ما دخلنا فيه اللي صار انه ضلت هي توعد الناس انه رح تشفى وتطلع لعند شربيل كل يوم وتصلي عنده سلوات وأسوأ منفوت على صفحتها على الفيسبوك منلاقي اسم يسوع مرة واحدة ويومي يومي طال طيلت فترة مرضة شربيل شربيل وهي عندها ثقة وحتى تشعار برييرز دو مريكولز انه الصلوات تصنع المعجزات طب آخر شي ماتت لما بتصلي لحدا وبتخيب صلاتك الموت هو خيب خيب تصلى ما رح نكذب على بعض ونقول حبه اختاره اخده هذا الحكي كله ما نو منطقي ولا كتابي ولا حدث مع قديسين الرب الاله ولا مع انبياءه هذا كلام عاطفي بيضحكوا اصحاب الاديان على اتباع الاديان فيه لحتى يخلوهم يموتوا هني مبتسمين لانه ما في عندهم روح قدس يشفي ولا اله يقيمه يحيي ولا معجزات بهالكنائس او بهالاماكن العبادة فبيقنعوا شخص طالما صلى صلى منشان انه عساس ما يروح للالحاد بس هو من جوه راح للالحاد بالمناسبة لانه البشر لما انت عم تقول له هذا الاله الحق لما بيلجأ له بخيب هو من جوه فقط ثقته بهذا الاله بيجي بيقلك انه هاي عم تصلي لا يسوع بشفاعة شربل مثلا هذا التعليم ايضا غير كتابي ما في حدا بالكنيسة الاولى ابدا صلى للرب يسوع المسيح بشفاعة بولوس بشفاعة بوتروس بشفاعة شهيد استفانوس اول شهيد بالمسيحية وما مات كانسر الزلمة مات رجم مات شهيد هذا كان اولى انه نشوف رسائل القديسين عم تتدوان بشفاعته تم ادخال من عهد الدولة الرومانية اذا بتروحوا بتحضروا حلقة الكنيسة الكاتوليكية شرحت فيها تماما هذا التعليم كيف ادخل على المسيحية واخدوا ملايين المسيحيين وما زالوا للهلاك نفس العبادات القديمة بتعدد آلهة جعلوهم بما يسمى قديسين طيب منجي لعند القديسين هالقديس هذا شو عمل بحياته هل عاش حياته عم يبشر باسم الرب يسوع المسيح مثل الكنيسة الأولى هل ذاق الاضطهاد على اسم يسوع المسيح مو كانسر لاحدة يضحك عليكم يقول لك التألم بالأمراض هاي هي عم تشارك المسيح بألامه لا صليب المسيح هو صليب اضطهاد بسبب انك انت بدك تخلص نفوس تاخده من الشيطان الشيطان بيصنع معك حرب روحية هاي الحرب بيهيج عليك امك واخواتك واهلك بيتهدوك وصولا انك تسجن ترجم تقتل من اجل اسم الرب يسوع المسيح فتحسب شهيد اما اللي ماتوا بمرض وطلعت عينه وكانسر وكله هدول لانهم شهداء ولا يجوز بسبب وفعتهم بهالطرق المتألمين قول عنهم انقديسين وإلا حسبوا كمان البوزيين والهندوس والإسلام وكل انقديسين اللي بيموتوا بمرض بدون ما يشفوا فتعليم الكتاب مغاير بدك تقول لي الكنيسة قالت الكنيسة مطالبة ان تعطي آيات من الكتاب المقدس لكل حرف بتقوله وكل تعليم بتقوله اليوم لما بدي أعطيك تعليم بدك تقول لي وين مكتوب بدك تقول أنا بسلم للكاهن هو شو بيقلي بعمل هاي عميان يقودون عميان بيقول الرب عنكم لأنه الكاهن لما بدي أعطيني تعليم خاصة لما هالتعليم أنا ما شفت مثله بالكتاب المقدس ما حدث لا مع العزراء مريم ولا مع القديسين الأوائل ولا برسول المسيح وتلاميذه ولا بالكنائس اللي كانت فبدي أقوله أنت من ينجايب هذا التعليم من المطران من البابا من البطرق حلو هن من ينجابوا هذا التعليم كبرتي تعليم شيطاني وقديش قديش اعترفت الكنيسة الكاتوليكية بعد فوات الأوان بتعليم كانت فاردت منا سكوك الغفران ومنا كتير أصلا سألت لك سامحونا كنا غلطانين بعد شو بعد الملايين ما راحوا للهلاك ميشيل حجال بعد صلواتها العميئة والمستمرة لشربل ماتت عام 2019 القصة ما خلصت هون لأنه عائلتا ظلوا مسابرين بدون إياها تكون قديسة طب قديسة ليه خليني أطلع من البنت مشان ما أفهم أني عم بحكي عن حالة وحدة لأنه قبل كم سنة حطوا كمان صبي بيشتغل بيلعب تكنولوجيا مات عند الكاتوليك قالوا لك هذا صار قديسة تكنولوجيا بيضلوا الكنائس للأسف متل تعرفوا شركة روتانا كيف تحتاج لها نجوم وجوه جديدة القديم بتطلع ريحته بعد مدة بيطلع عليه أخبار بيطلع عليه إشاعات الناس بتمل منه بيصير بيضة جديدة تماما أنا بشوف الكنائس محتاجين بكل فترة يطلعوا بقديسة جديدة هل هذا بيعني أنه ما بقى في قديسين أكيد فيه ورح يبقى في قديسين للرب ولكن القداسة المذكورة بالكتاب المقدس هي القداسة على اسم الرب يسوع المسيح بحياة ملأ الاضطهاد والتبشير والكرازة ما فينا نحن شاب صغير بالعمر لأنه نحن حبينا لأنه لقى كيوت وطيوب يه ما أزا حدا بحياته تعن عمله قديس ما فينا أهله إلهم مصالح أهل الشخص سواء هن حابين يكون إلهم شفيع وقديس بالسماء زامنين أنه أصلا يكون إلهم شفيع وقديس بالسماء هو حتى هذا التعليم غير كتابي لأنه ما في شفيع بالسماء ممكن يشفع لناس على الأرض بعد انتقاله ما فينه يشفع لأهله ولعيلته هذا الأمر واضح جدا بالغني ولعازر ما بيقدر بعد انتقاله أنه يشفع ويقول له عيلتي طيب أهلي طيب أخواتي الكتاب المقدس واضح بآيات كثيرة وكبيرة بيقلنا فيها إلى أي القديسين تلتفت بيقول بسراحة بتثني 18 11 لا يكون فيكم من يرقي رقية أو يسأل جانا أو تابعة أو يستشير موتة هاي لما بتروح إلى عنده بتقول له يا شرب لحميني عندي فحص نجحني شفي ابني هاي عم تستشيري للميت موتة هذو الموتة منسميهم راقدين منسميهم منتقلين بالمسيحية راقدين على رجاء القيامة هذا الكلام كله صحيح هل ماتوا ولا إلهنا إله أحياء لا أكيد الرب الإله إله أحياء هل ماتوا لا نحن نثق أنه المؤمن اللي مات وهو مؤمن بالرب يسوع المسيح هو موجود بالفردوس وناطر اليوم الأخير لحتى يقوم لأنه بيقوم الراقدين بالقبور مع الأحياء اللي بيكونوا موجودين لملاقات الرب الإله باستحاب هذا إيماننا فهني أحياء ولكن هل في تعليم أو أي وحدة بس من أصل ألفين صفحة بالكتاب بتقل لك أنه اللي انتقل للحياة الأخرى تقدر تتواصل معه ما سمح لك تحكي معه ما سمح لأنه يروح يقول له دخيل عينك رولة رولة معا كلا إذا بتمشيل إياها أنا كنت بعرفة على الأرض معرفة شخصية هل في هذا التعليم وين ما زكور مين من الكنيسة الأولى عمله هل ممكن القديسة اللي راح يرجع يبعث إشارات لأهله لأنه هاي الكنائس كاتوليكية والأرثوذكسية الأرثوذكسية أخدوا هذا التعليم من اليونان اليونان بالأساطير اليونانية القديمة كانوا يقولوا أنه روح اللي بيموت بتضل بتجول بتطوف بتكون تعباني هيك بترجع لعند أهله بتحنلهم بتشتألهم هاي كل أمور وثانية وتعليم شيطانية غير كتابية ما في حدا لا إليا ولا موسى ولا ساموئيل ولا حدا من أنبياء الرب بالعهد القديم ولا بالعهد الجديد رجع ساموئيل رجعته عرافة وكان روح الشيطان بساموئيل مو ساموئيل فمنفهم هون بنبلش بنشوف أنه الشيطان هو الوحيد اللي له مصلحة يشتغل بجثث المتوفين أو بظهورات لإلهم لأنه ما بيقول الكتابي بيقدر يظهر حتى بشكل ملاك من نور فبيقدر ياخد شكل أختك شكل أخوك شكل أمك المتوفية ويرجع ليوصل لك رسالة معينة ما أنا من الرب الإله الرب الإله لما بعض رسائل بعض رسائل مع ملائكة مو مع ناس متوفين مو مع منتقلين ما رجعت العدرة بعد انتقاله لعند حدا وقالت له أنا مكلفتك رح عامل كذا ولا بولوس رجع قال له سيلانس هي تقل لك شغلة قبل ما انتقل ترى هلأ رجع لك بعد انتقالي بعد التعليم ما نو كتابي ونحن دائما وأبدا بأي تعليم لحتى نعرف إن هو مسيحي أو غير مسيحي ناخده أو لا لازم نرجع نلاقي له بالكتاب المقدس أدلة كتابية دكت قليل الكنيسة الكتاب بيقول إذا بيجيكن حدا بتعليم غير ما سلمناكن فليكن أنا ثمة فالكنيسة المفروض إذا كانت كنيسة للرب الإله تتبع الكتاب ما بيصير تناقضه وتخالفه ممكن إذا وفق العصر مثلا تعطينا أي أو لا بأمور ما أنا مذكورة بالكتاب مثلا أمور تكنولوجيا أمور العلاقة بالعلم العلاقة بجرعات وأدوية محددة ما أنا مذكورة بالكتاب فالكنيسة فيها تستفيد ولكن المرجع والأساس بيكون كتابي أما تجيب تعليم ضد الكتاب وتبقى بنظرنا كنيسة للرب الإله منكون نحن بإرادتنا عم نودي حالنا للهلك بيقول شعياء ما عنا حدا بالكتاب المقدس ضل يروح يبكي عند قبر حدا أو يقول لهم ظهرت لي مرتي مثلا إبراهيم وسارة أو بالعهد القديم ولا عنا أي مثال لهذا التعليم طيب اليوم بيقول لك طيب هل بتتخيلوا بالإنجيل لو إجوا اليهود لعند بولوس وقالوله بيقول لك الرب الإله عميل كذا كان قال له نقمشوا من هون يلا بيقول لي لقلي لما بده يقول لي شيء الرب الإله مو بيبعث لي خبر مع حدا ما بيقامن فيه ما بيقامن بالرب يسوع المسيح ما بيقامن بالفداء والقيامة إذا ما بيقامن برب القديسين مين هو اللي يجي يقول لك تعال خبرك أختك بعطتلك معي خبر أختك أبي تقول لك على القديسة فتحوا قبره وتصدقوا إلا إذا لكم مصلحة ماردية بجمع تبرعات بيكون الوضع مختلف وقتها مضطرين تصدقوا وأنتوا بتكون تكتروا وتتمسكوا بأي حدا بيقلكم أنا أحلمت فيها آه ليكو هاي شاهد كمان هاتو هاتو سجلونا أي شاهد التعليم اليوناني اللي بيقول أنه أرواح الراقديم بالطوف هذا تعليم شيطاني شيطاني الوحيد اللي بتدله روحه بالطوف على الأرض بالتجوال بيظه اللي بيتجوال على الأرض هو الشيطان كيف بعرف هذا الكلام الكتاب المقدس بيورجينا كيف الشيطان إله مصلحة بجسس الناس يشتغل فيها منشوف مع بعض بموسى لما مات موسى إجه الشيطان بده ياخد جسته إله شغل بجسس اللي بيموته الشيطان إله شغل كبير إجه بده ياخد جسته فإجه ملاك من عند الرب وأخفى جسد موسى ليش؟ لأنه ببساطة الشيطان بيقدر يستعمل هذا الجسد ليخلي ناس تركع عنده وفعلاً اختفى جسد موسى لحد اليوم لما حب ربنا يكرم أخنوخ وإليا أصعدهم اختفى الجسد البشري على الأرض وصار تحول لإليا اختفى ونزلت تتيابوا عنه أخنوخ نفس الشي لم يوجد بعد اختفى وأنا أثق لليوم أنه إكرام الرب لقديسي بيتم بإخفاء أجسادهم إخفاءة لحتى ناس ما تروح تتعبد عندهم ويسيقوا للرب الإله ولكن من عهد الدولة الرومانية تم إدخال التعبد للقديسين من أجل أخذ المسيحية للهلاك ولعبادة الشيطان بدون ما يعرفون لك تقللي بسم مارجوريوس هو هذا نفسه اللي حاطت الحرب بالتنين وعلى حصان هذا هو ماريلياس كمان مين هو ماريلياس وهم مذكور ماريلياس من أي حضارة جايبين ومن أي ثقافة جايبين يعني ما بتقامني بقديسين إلا المكتوبين بالكتاب تقريبا أي بالإضافة إنه لليوم في قديسين هالقديسين أحياء بيناتنا ولما بينتقلوا بيبقى اسمهم قديسين ولكن قديسين مع بحضرة إلهن هالقد عندهم فرح عظيم ما بيلزم لهم أصلا نحن لا نشعلهم نشموع ولا نصليلهم ولا نتعبد ما بيلزم لهم شي خلاص هن مع البهاء المطلق والحب المطلق والفرح المطلق والسلام المطلق ولا يحتاجوا لأي شيء فلو كان هالشخص قديس ما بيعوز هو ولا بممكن يطلب إنه للناس تتعبد عنده ولو كان قديس حقيقي للرب إلا إذا كان قديس من صنع الشيطان وقته بيقلك تعرك عندي من شوف بقصة داول على السريع كمقصة بالكتاب بيستندوا بيستندوا عليهم أو بيقى طبعاً فيه هدول الكنائس هدول شابهوكم شابهوا عبيد الآلهة الأخرى بطريقة تعبدهم داك تقلي بس إنه بيعبدوا الرب الإله والرب يسوع المسيح بس أشركوا معه شربل وجريس وفلان وعلتان وحتى عندهم ياهون أهم من الرب يسوع يعني بتلاقي عبادته صلاته اللجوء الصور بغرفته وبغرفته بتلاقي مثلاً شربل شربل عم حكي اليوم عن لبنان وين يسوع يسوع ربه لشربل اي صار بدك الواسيط يوصلك ليسوع يعني يعني يسوع يجل يكون هو الواسيط بيننا وبين الإله طلعوا لهو نفسه الإله الأب وصار بدنا وسيط لأ له طب هذا التعليم كمان من وين من وين بالكتاب مو تتخيل لي تاخد لي ربع آية وتلزق عليها وين التعليم اللي سمح لتلاميذ الرب وقديسي انه يكونوا شفعاء ووسطاء بيننا وبينه بدي آيات صريحة واضحة اللي هاي الآية سمحيت لبولوس لبوتروس لإلى آخره لأنه يكونوا شفيع أو وسط مصطلح شفيع أصلاً ممنوع بالكتاب يطلق إلا على الرب يسوع المسيح كشفيع خلاصي شفيع للفداء شفيع لغفران الخطايا أو على الروح النات لا ينطق بها هو بيجب يقول له لا لا ريح حالك ريح حالك أنا حابب اطلع على أبر شرب شو تتوقعوا يكون آخرته بده يموت بالكانسر بده تموت بكانسر ليه لأنه هي رفضت الشفيع الأعظم اللي هو الروح القدس واستبدلته ببشر رقدوا وماتوا أحياء أحياء عند الرب الإله مو أحياء عنا تقول لي أليشع مثلا أليشع هذا بعد موته وهن عم يدفنوا بيقول لك عظامه دقوا بعظام حدا كانوا عم يندفن معه بنفس اللحظة فالتانية قام من الموت ها بيقول لك هاي أليشع عظامه أومة ميت لا مو أعدام أليشع أومة ميت رب أليشع استخدم جسد أليشع لحتى ما حدا يتمسخر على أليشع لأنه أليشع كان حالة خاصة وحيدة بكل الكتاب المقدس بين كل الأنبياء هو النبي اللي مات بمرض مات عمره أكتر من 100 سنة ولكن اللي انكتب عنه بمرض الوحيد فاحتمال حتى الناس ما تستهزئ أو يقللوا من قدروا من بين الأنبياء نعم لتها القصة لمرة واحدة فقط حتى ما حدا يقول هذا ميت بمرض احتمال جسده تكون مانا طاهرة أو نجسة يقول لك لا هو الرب بيتمجد بأمور عظيمة بيقول فيها لا تمسوا مسحائي بس مو انت اللي تروح تتعبد لمسحاء الرب طبعا ببساطة بتشوف النتيجة انه طلبتك ما بتتحقق وبتموت بمرضك ولو انه هالقديس أو هالقديسة كانوا بيقدروا يشفوه كانوا شفو حالهم من مرضهم قبل وفاتهم هاي بسريحة العبارة لو انه إلهم كرامي عند الرب الاله كان شلهم هاي الكرامي لإلهم نفسهم لما كانوا أحياء فلا تسمحوا لحدا ياخدكم بعاطفة وبدموع وبأي روح تعليم بيكون هالشخص أو هالكنيسة من أجل مصلحتهم المادية لإلهم في بيوت اليوم قائمة بيجمعوا تبرعات على قصة زيت بيشر من عنا هو كله كذب ونصب وقدي اكتشفوا بالكنيسة الكاتوليكية عن حالات نصب وكذب قالوا فيها عن قديسين ما تحللوا وكانوا مبدلين قديس بقديس إذا بتشوفوا حالات على سريع بتلاقوا برنامج تلفزيوني أظهر جسة للقديسة تيريزيا الأفيلية اللي توفت عام 1582 دوروا على الأسماء اللي عم بعطيكم ياها راحوا اكتفوا بعض مدة إنو مو هي هي نفسها القديسة تيريزيا هنا جابين جسة لقديسة كانت متوفية جديد اسمها بيرناديد كان عام 79 وحطوها محلة وقالوا هاي هي للناس تروح تتعبد الكنيسة هاي مورد مادة عظيم لألا لما البشر بيقتنعوا إنو هذا أنا بتبارك فيه بيروحوا بيحطوا مالون ومصرياتون بيشلحوا ودهبون كله هو أسلوب نصب ما بيبتل على مدار الأجيال فاليوم الكنايس بعد هاللايب راح يقوموا ضدي من أول وجديد لأنه أنا عم وقف رجاء مكسبون وهني ما بيهمهم المسيح والتبشير وخلاص النفوس بيهمهم المبلغ المادي اللي بيحصلوا عليه آخر كل سنة من ورا هالدير هالكنيسة من ورا بيع صور وآيقونات وزيت ودم وشارشة طراب من هون وقصص من هون وهي كلها 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 أنا أتحدى إذا بتلاقوا في إلى آية وحدة بالكتاب المقدس تدعم تعليمهم كمان بعام 1952 كان في حالة شهيرة لرجل هندوسي من الهند دخل بتوفى فاكتشفوا بعد وقت طويل من وفاته عوام أكتر من 100 سنة اسمه مهاسامدي اكتشفوا أنه ما تحلل هو زلمي أصلا ما أنا مسيحي ولأنه قديس هو حدا لغير إله كمان الملك شارلز الأول ملك إنجلترا بعد 165 سنة على وفاته فتحوا قبره لأوا ما تحلل على سبيل المثال وهذا شو قديس هو تروحوا تتعبدوا عنده هيك تبوسوا تلحوسوا أبروا فرد مرة الإسلام بيقولوا نبيهم ما تحلل بالمناسبة هو ما آمن بالمسيح أنه رب بيقولوا عنه ما تحلل وهو نفسه قال لهم لأن الأرض ما بتاكل جسس الأنبياء هذا التعليم من اللي بيستفيد منه اللي حاول يشترق جساد موسى إلو شغل بالقبور إلو شغل بأجساد اللي بيموتوا حتى على صعيد فني بمصر شهرت كتير القصص فيها عبد الحليم حافز والفنان علاء ولي الدين لسبب كانوا ممكن فيه قالوا مية عبت التربع أو شي بدون ينقلوا جسطهم لقوهم الاثنين معنهم متحللين هدو القديسين حطوهم قديسين حطوهم أنبياء القديسين شو رأيكم العبد الحليم والعلاق ولي الدين شو قصة عدم تحلل الأجساد العلم بيثبت ببساطة أنه في كتير عوامل بتأخر من تحلل بعض الجساس واليوم إذا بتفتحوا كل القبور على الكرة الأرضية رح تلاقوا في عدد كتير كبير لا تعفن ولا تحلل بس ما منه قديس ما بصير يكون قديس هو أصلا بيعبد غير آلهة منهم بيعبدوا البقر منهم بيعبدوا بوزة منهم هندوس منهم بيعبدوا أوسان منهم ما بيعبدوا شي ملحدين ما بصير أقول عنهم أي حدا ما بيتحلل ترى هذا قديس هذا قصور عقل وغباء وللأسف نجرة الكنيسة في العملة لنا من الناس مجرد متوفين قديسين والناس تروح تبوصهم وتركع عندهم وتسجدهم كشراكاء مع الرب الإله كناس بيساعدوه يعني بيساعدوه بشغلته هو ما بيعرف يشتغل كتير منيح الرب الإله أو ما نوفادي هو ما نوفادي بس شربل فادي أكتر شربل أسرع بيقدر يروح من لبنان عامريكا بريطانيا بيلاقوا أوقات بألمانيا بيرجع على لبنان أما الرب تركوه 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 على كرسي ما كتير بيحب ينزل ويطلع شربل أحرك شافين التعليم قديش لما لما أعتبروا حالكم مانكم مسيحيين وعم تسمعوني قدي التعليم سازج وواضح أنه نصبه احتيال بس اللي جوه القصة اللي غرقان بعبادة الشيطان صعب يطلع منه رح يكون هلأ شايفني إلي الشيطان عمكره بطريقة عبادته بتقارير لعلماء كتير بعدة لغات أثبتت أنه في كتير عوامل ممكن تؤدي أنه الجساس ما تتحلل كل ما نقص الأكسوجين بالمكان الموضوع فيه الجسة كل ما نقص وجود الحشرات بالتالي كل ما كانت مثلا الجسة مغطاية بسندوق محكم الإغلاق ما فيه أكسوجين بيتأخر كتير لسنوات ممكن وقت تحلل الجسة كمان كل ما قالوا بيقولوا كل ما الدفن كان أعمق بأمتار بالأرض منه على سطح بعد متر أو مترين كل ما دخل بعمق الأرض كل ما تأخر تحلل الجسة كمان كل ما ندفن طوابق عالي عن سطح الأرض بإحكام معين كل ما كان قلل من تعفن الجسة بيقولوا أيضا العلماء الرمال الجافة هي أقل الأماكن الدفن اللي بيتم فيها تحلل الجسة الرمال الجافة لأنه بتمتص السوائل من الجسم بتخلي الجسم هو شو اللي بيخلي يتعفن السوائل اللي بالجسم مع الحشرات اللي بتكون موجودة بالقبر فقلة السوائل بالجسم بتخلي هالجسة تحافز على تقريبا عدم تعفن لمئات السنين بتوصل الأجنة المولودة حديثا إذا فتحت قبور لأجنة مولودة حديثا رح تلاحظوا أنها ما تحللت وما تعفنت مثل البالغ لأنه فيها قدر كتير قليل من المايكروبات كمان الأشخاص اللي بيموتوا بأمراض منهكة على البطيق اللي بيتعذبوا مثل الكانسر وغيرها من الأمراض اللي بتفقدون وزنهم وسوائل جسمهم ونحول شديد لوقت طويل لما بيجي وقت وفاتهم اكتشفوا أن هدول بتحللوا أبطأ بكتير من غيرهم لأنه ما في سوائل بالجسم تساعد على التحلل والتعفن السريع فضلا بالنسبة لحالة هاي البنت ميشيل أنا سألت أطباء هون الكيماوي اللي بياخدوا مريض الكانسر ممكن يسبب ظهور شعر وممكن جدا أنه يأخر تحلل الجسة لوقت بممكن يوصل لعشرين ولثلاثين سنة مو بس أربع خمس سنين دول كثير مستعجلين أصلا ليحكموا أنه قديس لسه ترى سود زرق طب صورونا يعني اليوم أعمال الرب الإله واضحة صريحة يعني موسى كان وشه من النور يحطوله برقع الناس ما تقدر تشوفه لأنه كان عم يعين الرب الإله شخصيا فهل قديس اللي هو ما نهو منور أصلا مثل موسى ولا في أي إشارات من القداسة كان على الأرض وهو عايش ولا هو ميت حتى أقام موته شفى مرضى إلى آخره من الأمور بس كونه ما طلعت له الريحة إذا ما طلعت له ريحة ما تروح وحطه الهندوسي عمله الهندوسي رحوا تعبده عنده ففي عوامل كتير ممكن تكون تأدي إنه جسس ما تتحلل الأهم من هذا هل في بالكتاب المقدس أي تعليم يخلي الكنيسة تروح تدور تفتح أقبور العالم وهن ميتين تشوف مين منهم ما تعفن يعني هل الكنيسة عملوها مثلا مع استفانوس الشهيد مع يعقوب الشهيد هدولي أولى أنه يروحه يتضلي يتشيك على أبو روني هدولي وقديسين منهن وعالأرض معتوه شهداء لأسم الرب هل شفنا هذا التعليم حتى قبر المسيح حتى قبر المسيح الأكفان الموضوعة والمنديل الموضوعة هل شفنا حدا من الرسائل عم بيقله ناولني منديل للرب اللي لقيناه بقبره هل في تعلق بالأشياء رحين رحلة يا جماعة حضروا كنيسة روميا بدنا نروح على قبر المسيح نزوره هالسنة لأنه بيطلع نور من هناك هل في هيك أمر دك تقول لي يعني أنت ضد كل منات تعاليم الكنيس لا كل تعاليم للكنيسة بوافق الكتاب المقدس على عيني ورأسي وأنا أخاذ على هذا التعليم كل تعليم ما إلو أساس ولا إثبات وبضد يعني في قصص ضده بالكتاب المقدس هذا التعليم شيطاني حتى لو بيعلنوا البابا والبترك بذاته اليوم عم يسعوا لوحدة مع المسلمين ومع البوزيين ومع الهندوس بتروحوا بتتوحدوا إذا قالوا لكم اليوم تعوا نتعبد لحدة جديد هيك اسمه بتروحوا بتقولوا له آمين وراء الخوري والبابا والبترك لهالدرجة الشعب تركوا ينبوع الماء الحي حفروا أبار لا تضبط ماء مثل ما بيقول الكتاب فحل عليهم أنه ما يموتوا عطشانين حتى ما يرتبوا لأنه ما بيشربوا بيقول الكتاب بسريح العبارة إن أخطأ أحد له شفيع هو المسيح فشفيع تكفير الخطايا هو الرب يسوع المسيح ليس لخطايا أنا فقط بل خطايا كل العالم أي أحد بيطلب بإسم الرب يسوع المسيح لغفران الخطايا للمصالحة مع الآب السماوي هو هذا الطريق هو بيكون وصل للطريق برومية 8 بوضوح من الشفيع الوحيد ممنوع القديسين عطيني آية وحدة بتقول القديسين بيشفعوا دكت اللي بيشفعوا يعني بيتوسلوا كان بولوس يتوسل للكنائس كان وهو موجود على قيد الحياة بهذا الجسد بعد انتقاله معك فيه ولا رسالة بتقول تعو نصلي لبولوس من كناسه تعاليم من رب الإله واضحة كتير يعني يصعب جدا اللعب فيها ولكن يسهل على الشيطان خداع أتباعه بأمور شيطانية لهلاك نفوسهم شو بدايك إذا عيننا فلاني ولا فلان ولا فلان قديس شو بينقص منك أنا مني شخصيا ما بينقص ولا شي ولكن عم تاخدوا الناس لعبادة الشيطان عن طريق السجود وركبهم تنحني وأفواههم تترجى ويتوسلوا لأشخاص ميتين متفونين بأبورهم منتقلين راقدين التسمية اللي بدك أحياء 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 عند ربهم كمان مزبوط ممنوع السجود العبادة إحنا الرأس الكنائس اللي ما شرحوا فيها للناس يعني هو ابن الإله إله ثاني هو والآب نفس روح الألوها نفس الألوها ولكن هو مانو الأب كان المسيح يصلي ويركع ويقول لأبي وأبيكم أرسلني إلهي وإلهكم فأنتوا جيتوا تحطوا المسيح وعملوا كامل على جنب وتروحوا وتاخدوا الناس اللي كان المفروض يكونوا عبيد وأتباع للمسيح فالتعليم من الأساس اللي جعل المسيح هو لإله الأب وخلانا محتاجين لناس توصلنا للمسيح هذا تعليم شيطاني باطل الهدف منه إنه يمنع عنك فرصة تضغطى بدم المسيح ويسكن فيك الروح القدس ويشتغل فيك بآيات وعجائب فالنتيجة شو ابتهلكوا بأمراض ويتشوفوا ولدكن عم يهلكوا بأمراض شو بتعمل الكنيسة حتى ما تفتحوا عيون كون عندك ميت عش جلك يا قديس روح على بيتك نصوب شعع للشموع وبخور حط صورته مع صور كم قديس حوالي وإذا قطعت خذ لك زيت زيتون دهان الصورة ويمشي الحال تجمع مصاري وبتعيش حياتك هيك هيك وميت لا تخلي ماجي وغير يتحكوا عليك أنت في عندك مورد مصاري بيجيب لك ألاف الدولارات هلا هيك الصورة في كتير حالات نصب واحتيال بتتم بالتعاون مع كهنة لحتى يقولوا فلان أو فلان قديسين ليجيبوا مصاري لها الدير إذا بتتذكروا في حلقة فيها ميرنا الصوفانية بسوريا كان فيه افتتاح لكنيسة تتشين كنيسة جديدة قالت المطران إلا إذا في مجال تعملين شي شغلة شي زيت يرشح منك إلا نعم نفتتح مشان يجينا ناس كأن القصة هي بإيدة بتقول يلا لي كون زيت فكان زيت هي هي نفس حكت القصة وقالت القصة مان بإيدي فالكنائس لما بتشوف الكنيسة ركضة أكتر من أهله بيكونوا لي يعملوا هالشي لي بحاجة لوجوه جديدة مستمرة تثبت أن الكنيسة لسه فيها أخبار عم تطلع وفيها شي لي لأنه أطفقوا الروح القدس بدل ما يشتغل الروح القدس بالكنيسة بيألسنة ولهي بنار شعلوا لهم شموع ما عاد عنها شونا بكل المكان من جلل الحدث لما بيحلوا الروح القدس على الناس بيمسك الخوري هيك شغلة جراس وهو بيخش فيها فوق المناولة لكي أنت أشعر بدنك واستعادوا عن كل الأمور الروحية بأمور هن بيعملوها بإيدهم ليحسسوك بنفس الشعور وتشم نفس الريحة ريحة القداسة بتشوفها بأعمال القديس بتبشيره اليوم لما بدنا نقول عن حدا القديس بدنا نشوف سيرته وممنوع يكون ما تشب مرض بالمناسبة هذا دليل أنه عبادته كانت غلط لأنه ما عنا ولا حالة بالكتاب والرب يسوع نفسه لما قالوا له هذول ماتوا شبان صغر قالوا إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون ما قالوا هذول هذول هالكين بعرف إنه التعليم اللي عم بعطيكم يمكن جديد على كتار من كن ولكن أمام الرب هذا التعليم ما فيه ولا حرف مني هذا تعليم الكتاب المقدس بالتمام هذا تعليم الرب يسوع المسيح لألنا لملاقيه غريب كتير أنت لأنك منك قاري الكتاب رجاع أقرأ الكتاب بتحداك بعد سنة إن اليوم إذا ما بتكون جاي عم تحط إيدك بإيدي ومعي عم تحارب هالعبادات والطقوس الباطلة الشيطانية رومية 8 بيقول بصريح العبارة اللي عنده طلبي للشفاء لأمراض لحروب عم يتعرض لإله حروب روحية أمور عصيبة حتى لو ما بيعرف يصلي أنت مسيحي بيقول لك كذلك الروح أيضا يعين ضعفاتنا لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها فعنا شفيع ساكن فينا هو الروح القدس أوعة تبدلوا بأي معبود أو شفيع آخر لو قالوا لك دريت دريت ماجي هي أنا نفسها عم تعمل معجزات علما أنه يشهد ربنا علي أنه المعجزات اللي حولي وحولي صار أعدد بالمئات بأشهر بسيطة ورغم هيك إذا بيجي بيقلك حدا روح اركاع حط صورته اركاع عنده وقول شفيني هذا تعليم شيطاني إذا بيكون فيني عرف أنه تعليم شيطاني يمنع منعا باتا السجود والركوع إلا للرب الإله خالق السماء والأرض أبو ربنا يسوع المسيح وقصة يتمجد الله بقدسيه تحريف أدخلوه على الكنائس بهالقصة هو تحريف عن آية رب الإله يتمجد بقدسه سبحوا الله في قديسيه عبارة باطلة سبحوا الإله في قدسه هو التعليم الكتابي تسبيح رب الإله بيمنعنا أنه نسبح أو نمجد أو نسجد أو نركع أو نصلي مجرد تنادي وتقول يا قديس فلاني يا أمي يا أبي أنت اسمك صرت قريب منه هذا تعليم باطل خليني زيد كون بحدث صار معي شخصي والدي كان رسام أيقونات والدي أنا تخيلوا والدي رسام أيقونات من الطراز الرفيع بيرسم أيقونات لك نائز بعد وفاته والدي توفى عام 2016 بعد وفاته إجا شخص من كنيسة بعث لي خبر مع الكاهن وقال لي هاي اللوحة للعدرة والمسيح أو في لوحة للعدرة تانية اللي رسموا ان والدك عم يرشحوا زيت إليك حق الطالبي فيهم اتلوا بالحرف الواحد اتلوا باللون واشربوا ميتهم ولا تستعملوا لوحات رسم أبي أو أيقونات رسم أبي لأنه الناس تتعبد عنده أبي بالزور خلص حاله أبي كان خاطئ بالزور هو خلص وقالوا لي اليوم ببيت هذا الشخص في لوحة لأبي اللي صاروا يقولوا عنه قديس عم ترشح زيت وأنا رفضت أنا بنته أنا أولى الناس أني أستفيد من هالقصة ماديا ويجيب هاتوا بعطولي اللوحة واللوحة ترجح زيت وحطولي إياها عملولي مزار بإسم أبي كثير حلوة أنه أنا من عائلة قبن عن جد قديسين هاي النصبة اللي أنتوا بتفوتوا فيها بدون ما تخافوا الرب الإله أنا بخاف ربنا وبحافظ على أبي لأنه أبي اللي خلصت نفسه بسماء ما بدي على الأرض أبدا أي حدا يروح يركع عنده أنتوا عم تسيقوا لو لا تكون لما بتقول ابنك شفيع بتلاقي مين جورج والصوف من فترة قالوا أبنه وصار شفيع بالسماء مين كمان نادين الراسي أخوة بتقولك صار عنا شفيع وقعدين في فنانتين نسيت مين سيرين عبد النور وحدا تاني قال ناطرين إشارة منه شو هالهبل شو هالهبل إشارة من مين من اللي مات مات بحادس والتاني مات بعملية وهنا الشباب الصغار بالعمر ليه المسيح قيمت تلمزوا وبشر وعمدوا متل ما أمروا ان الرب يسوع المسيح مين منهم مشي على درب الصليب وقال أنا بدي اتحمل اضطهاد أنا بدي اخسر شغلي بدبي بدي اخسر شغلي بأمريكا بدي الناس لو بععدوا عني أنا للرب يسوع المسيح شو تقييمكن للقديس واحد عاش حياته بسكر وقمار وسهرات ونايت كلاب أو واحدة عاشت حياته وهي محتارة بتعمل موديل ولا مسلة ولا فنانة ولا تغني ولا تصاحب ولا تسكر هني ماتوا عند عيلتهم غصت فيها شلهم بيسلي قدام كل العالم وبيموت هلأ العالم شكوا فينا وبسلاطنا ايه لا غصبا عنكن بنعملوا قديس وشفيع هني حرين هني حرين مثلا مثل كتير نصابين بالعالم بيستخدموا كتير أمور للنصب والاحتيال بس غبي اللي بينجر وراه هذا النصب وهذا الكذب قلنا رب هو الرب يسوع المسيح هو شفيعنا الخلاصي هو شفيعنا الفدائي هو شفيع لمغفرة خطايانا وقلنا شفيع ليسدد احتياجاتنا وضعفاتنا هو الروح القدس فقط لغير القديسين المنتقلين هني أحياء ولكن عند الرب الإله ما عندك برجع بعطي تحدي بالأخير ولا آية كتابية وحدة بتقول أنه المنتقل بيرجع على الأرض بيسمعنا بيشوفنا بيعطينا رسالة بيأخذ مننا رسائل ممكن يلبي احتياجاتنا هذا التعليم تعليم شيطاني وسني بخالف الكتاب المقدس بخالف الكنيسة الأولى بخالف التعليم الأول اللي سلم لألنا من القديسين بالكتاب المقدس اللي بدو يزعل واللي بدو يرضى أنا بالنتيجة مسيحية برضي ربي وحده ما بدوري كتير على بشر مين زعل ومين رضي ولا بيهمني كنائس يرضوا علي ولا ما يرضوا علي ولا بيهمني مبالغ مادية تصلني عن طريق الكذب والنصب على الناس بصور عم بتشروا وزيت عم قصص وإضاءات مخفية تشعلوا تطفي بفوتوشوب بيهمني ارضي ربي يسوع المسيح لأنه مجيء قريب وإنتوا فيكن تعرفوا عباداتكن الغلاط من عدد الأمراض الأشخاص ببيوتكن اللي عم يبكوا بدون مستجيب ركوع أمك بسهر وببكة وبمسابح وبتبويص صور وبزياح وبقصص وتهلك قدامك وأخوك يتعاطم مخدرات قدامك وأنتي رايحة لأمور وزنة روحي وجسدي بتثبتلك أنه عباداتك شيطانية وباطلة ويجب التوبة عنها ربنا يحمي لبنان من الضلال اللي نضرب فيه على كل الأسعدة روحيا وجسديا واقتصاديا ومن كل النواحي لأضعاف هالبلد البلد المحبوب عند الرب الإله بلد فعلا هو بلد قديسين ولكن استبدلوهن بأشباه قديسين أخذوا الناس اللي يتعبدوا عندهم ربنا يخلص لبنان من هالعبادات الباطلة اللي ما جابت لهم غير أرواح الزنا والفقر والفشل والهلاك أمين موسيقى